كهربار الليلة كيف صارت؟ هلأ أعطيتها مهدئ ونامت شوي كيف رضيت تأخذ الدواء؟ لا ما رضيت قلنا للدكتور إنه ما عم تأخذ دويتها وكتب لنا قطرة عم بحط لها ياها بالمي وبدون ما تعرفوا بشار بيها انت قادر يا الله دخلك خلصنا من هالهم والوجع بقى يا رب خير يكون إن شاء الله أرهان؟ وينك أنت موبايلك مغلق؟ خفنا عليك كتير أنا منيح منيح ما فيني شي الشرطة عم بتدوير عليك بكل مكان وأكيد هدول عم بيرقبوا البيت أنا ما عدت فرق معي خليوني يجو أرهان أبني أرهان أرهان كمان بعرف أنا رح سلم حالي إجيت لودعكم أنا اللي أوصته لكان أوصت ابني وهذا أكبر عذاب إلي بهي الدنيا اللي عايشها هالشي عم يموتني هادا أماني من أبي ما بستاهلة ما بلبيتلي طلعت رصاص ومعت ابني بهذا السلاح وهلا قدارك تموت شو جناتي خلاص روي قدير نزلي السلاح خرسوا كلكون لا حدا يحكي حرف وإلا بأوصكن كلياتكن مو بس أرهان خلاص بي كفين أدم أديل أنت قوعةك تحكي ما رح تقدر تقنعني بدي موتك أوصي يلا أوصي كتير سهل لا تخافي أديل لا تخافي أوصي ماني خايفة أنت قدلت ابني ماني خايفة حقك شو ما قلتي حقك أنا خسرتك ابنك وحيدك يلا خدي روحي يلا أوصيني يلا أدل رح أوص رح موتك أرهام أدي الأرهام مانو أعاتل خراس إنت على أساس إنت بتفرق عن أخوك المجرم مفاكرين أنا ما بعرف إنتوا شو عملتوا لش مونتوا اللي قتلتوا أبوك لك شام تقولي إنتي شكلك جنات يا الآخر خراسي لك إنتي عرفاني شو عم تحكي أنا سمعت كل شي سمعت كل حقيقون وقت كنتوا بالغرفة كلكم بهالعالة وعطين هاتكذب انصدمت قرها وأنا كتير انصدمت كيف نفكر إنه أبوك مات سكت قلبيه لا 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 سانيم ولي هنا لأتال أبوك أبوك مات أخي قل لي إنه قدل عم تكذب يلا قل لي إنه أبونا مات بشكل طبيعي احكي لك شو بك ساكت قلهم إنه هي عم تكذب هدولتنا إن قتلوا أبوك بس أنا ما رح أقلعك قران رح خليك تدفع تمن اللي عملته رح خليك تعيش موجوعه مقهور ابني أنت ما بتعمل هيك ما بتاتل أبوك مرت أخوك ما بتعرف قداش أنت بتحب أبوك قل لي إنه اللي سمعته كذب يا ابني قل لي إنه كذب شو بك أنت هيك عم تطلعي يمكن ما قدرت كون أبن مني ولا حتى أخ منيح بس أكيد أنا ما بعمل هيك كيف بتفكروا فيني هيك كيف بتفكروا هيك أمي أنت كيف بتصدي هاي المرة صار لي كنتك عشرين سنة وهذا ابنك يعني معقول ما بتعرفينا سمعت كل شي حكاته أنتوا اللي قدرتوا أبوك أخي يلا جاوبني بسرعة جاوبني أمشي قدامي يلا أمشي ما بدا الولا دقيقة بهذا البيت ابني أمشي أخي 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 يلا رد علي وإلي الحقيقة قل لي إنه عم تكذب أمي أمي أنت منيحة أمي فتح عيونك أمي حبيبتي ردي علي يلا لنشوف أمشي الدهمي بسرعة لوين بدنا نهرب إذا قدرنا نهرب من أورهان كيف بدنا نتخبه من ضميرنا لك ضمير شو عن شو عم تحكي أنت ابعت كل شي صار بدي فكر بضميرك ما بيكفي الفضيحة اللي صارت لك أمشي وخلصني بسرعة يلا دور السيارة لك دور السيارة وخلصني ليكو أجأ أجأ بسرعة أخي والله إلا رح يقتلنا بسرعة لا تهرب أخي أخي واقف أخي لا تهرب أخي رح لقيك تعرف إني رح لقيك أخي صارت أحسن أمي أرهان كيف صار هيك كيف أخوك عمل هيك ابني ما بعرف أمي ما بعرف ما بعرف شو اللي صار له لأخي لحتى يعمل هيك ويقيته لأبونا ليش ما حكيتي من قبل كل شيء له وقته يا أورا وأنا نطرت هالوقت حياة صارت كلها جهنم أمي لازم اسمع عشوي بلك اللاسلتي لا تروح ما بخليك تقتل أخوك ما بسمح لك شوف هالبيت كيف صارت حالته إمتى كان بيتنا هيك هادي كان يضل معجوق ومليان طول الوقت هالأصوات اختفت وراحت ورا بعضها مثل الناس لا تروح يا ابني إنت إذا رحت هلأ رح يروح صوتك كمان وإنت رح تروح لا تتركني الغرابي وحتي أرهان لا تروح لا تركض ورا أخوك بترجاك ما تروح بس لازم لاي أجوب إلى أسلتي يا أمي لازم لاي نحن جاهزين وبصرف إشارة منك منقدر ناخد يا رمجة لي أقوز بيك شو رأيك موسى والله يا أقوز بيك برأي تتركوه لحاله خليه يعملي اللي بده يا حاليا يعني بيقدر يهرب من الشرطة بس أكيد مو منكن ظلوا عم تراقبوه مثل ظلوا نحن بأمرك طبعا الكل بيستاهل يودع أهله لا مو الكل بيستاهل هيك بس أرهان بيستاهل خليه يودع أهله يعني مو سهله والله صار له عشرين سنة بعيد عنهم بس بالمقابل في رجال ما بيستاهلوا الوضع أبدا مين بيعرف بركي منشهد على موتهم كلهم شي يوم لكن احنا تركنا كل شي معنا مصاري بالبيت أنت لسه عليك بالمصاري سنيم لو لهالمصاري ما كنا رح نقدر نمشي خطوة وحدة بس أنت واحد أهبر رحت وعطيت كل شي معك مصاري لموسى هذا الشي الوحيد اللي عملته صح بي هي الحياة يلي شايفه صح أنا شايفته غباء وهبله قلت وعي يا ريتك تصير تشغل عقلك لك أي عقل هذا عقل شو ضميرنا مات عن أي مصاري عم تحكي بكفي خلاصنا ببوس إيدك ما تجنني كل شي صار ورح يصير فينا من ورغة باقك وهبالك أنت معقول يقدري يلاقينا هلأ الزمالة أنا هلأ بيلاقينا بعدين بس أكيد رح يلاقينا إذا ما تغابت حضرتك ما رح يقدري يلاقينا أنت استرجي استرجي بس وشوف أنا شو رح أعمل فيك بتركك وبروح بمشي وما بتطلع وراي ما رح أخرب حياتي كرمالك أنت لسه في شي بديك تطلبه بعد ما يموت أورهان بتجمع كل أراضي هاي سهلة ما بعرف إذا كان سهل ضع مني وقت منيح وما حدا فيكن بيقدر يعوض لي خسارتي مليت من هالأماكن هاي الأماكن غريبة شوية وجوز بك يمكن مليت ويمكن صار بدك تروح بس هاي الأماكن صعب تطلع منك موسى عم تتجاوز حدودك تعلم حط حدود بكلامك وقال لبطع راسك لا أنا بس كنت عام لطيف جو عكل حال أنا بدي أطلب إذنك أساساً نحن واقفين بنفس الصف بمراسم أدل أورهان تصبح لخير حاج نازل أسئلة لك بنتي جهزي غرادك وخلص وقوعك تحكي أي شي لخالتك برجع بخبرك إيه تمام سمعني ملتم رح تكون جاهزة لما ناخد المصاري شبك لك بحيات الله طوع على حالك شوي ما بقدر انشغل فيكم كل آياتكم شوف كل شي رح يكون منيح قدرنا نهرب من أورهان واللي ضل سهل رح نخلص من هون بإذن الله طبعاً الحكي عندي كتير سهل بتتعودي وبتتقبلي كل شي فوراً وشو بدك أعمل إذا ما عملت هيك؟ بدك يعني صير مجنونة ومعتوها مثلك؟ لا ما بتصير معتوها بتروحي مثل البشر بتسلمي حالك وبتقبلي عقابك سبقوا أنا قلتلك هالحكي ما بسمح لحد يعاقبني أبداً عم ذكرك إذا نسيت بس إذا حضرتك حابب تروح تفضل الباب قدامك بس ما بتقدر طبعاً لأنك رح تروح على السجن تقعد بين أربع حيطان وتندب حظك بس أنت رح تتعودي فوراً شو اللي بدي أتعودي عليه؟ شو عم تحكيه؟ اتعودي على مكان مثل القبر؟ الله أعلم كم سنة رح ننحبس وحتى هنيك موسى ما رح يتركنا بحالنا رح يوصلنا ويخليون يقتلونا جوا أنا ما بفوت عالسجن عم تفهم؟ ما بخلي حدا يكلبشني أبداً مستحيل أنا ما رح فوت عالسجن ما بانسجن ما رح فوت عالسجن مرقت يا ابني خلص مكفي هلأ بتشرب معي كاس وبتعبي رأسك شو اللي مرأ بابا؟ أورهان ما عاد موجود ابني ونحن هون مع بعض بس يعريته لو كان هون كنت تعرفت عليه بالنهاية هو أبي الحقيقي وينه أبوك الحقيقي؟ ها؟ وينه؟ ليك وراح يسلم حاله للشرطة لأنه قتل ابنه الثاني بس لكني أنا معك هون أبوك هون لكني قاعد جنبك ومع أحلاني كيف بيقدر شخص بيشتغل مع موسى أنه يكون بريء جميل فهمني؟ أنا ما عم بحكي معك ليلى عم بحكي مع ابني احكي؟ اي احكي معه خبره كل شي ما تنسى تقوله أنه صفحتك معنا بيضة مثل ما قلت طيب أنت قدرت تقولي لا لموسى شي مرة رفض طيله طلب احكي طبعا لا وانت بتعرفي هالشي أكتر مني يا ليلى بس أرهان قال له لا ومو مش عنه مش عن حياة غيره احكي معه معه حسنًا حسنًا أمي باتت زر منك أنا ما كان بدي زعلك بعرفك منيح يا بنتي يلي خلاكي تحكي هالحكي هو وجعك ما نزعلاني منك بس ما قدرت أفهم شو الغلطي اللي عملته حتى ابني صار هيك ولا سانيم هل قد المصاري تعم عيونه وقلب البني آدم لها الدرجة؟ كيف المصاري بتخلي الإبن يقتل أبوه؟ حبيبتي لازم توقفي على رجليك يا بنتي كرمال تعيشي ما في عندك حل تاني غير إنه توقفي على رجليك وتعيشي مع هالوجع أول شي سامحي حالك وبعدين سامحي باقي الناس وإلا ما بتقدري تعيشي مستحيلة هالحياة أنت أنت حدا منيح من اليوم رايح كوني أنت بنتي موسيقى كوني موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بس ما حدا بيقدر يرجع لي يا بعد هلا ما حدا بيقدر يرجع أنا ما بقى أقدر أبقى ما بقدر أبقى عم أتوجع لكان أفكر فيه كل الوقت ما بقدر عيش وأتنفس أديل أنا رح روح بس لحالي كمال بيكون ابني وما بتقدروا ترموني ببساطة عم تفهمي؟ وأنتي ما بتقدري تهينيني قدام ابني كمال أنا قلت الحقيقة بس جميل الحقيقة وبس إديك غرقانة بالغلط مثل موسى هاي الحقيقة بالنسبة لكم ليلى أنت وأهلك ما أنتو سملة شايفين حالكم الملوك وملائكة وأنت كمان كنت عم تستغل عيلتنا لآخر دقيقة جميل لك كنت عم تهددني إنو رح أتولى كمال شو صار؟ شو صار؟ ما بقى في داعي تهددني لأني قلت له كل شي وهلأ شو رح تعمل؟ خبرني تفضل لك أنا اللي ربيت كمال طول هالعشرية سنة الأبي اللي ربي يا لطيف شو كان صعب؟ كثير تعزبت والله لك أنتو اضحكتوا على ابني وخليتوا يحمل إسلاح وكنتو رح أتورطوا معكن كمان وهلأ جاي عم تحاكيني عن تعبك أنا أمه بكون أمه ليالي قضيتها عم يبكي حتى ما يشبهكن أيامه ليالي قضيتها عم يبكي واجهي لربي إنو ما يصر له شي بسبب عميلكون السودة قضيتها العشرين سنة هيك وانت كنت تقضيها سكران انت مالك قدراني تشوفي شي من غرورك يا ليلة ومانك شايفتيني ما بتقدروا تتجاهلوني بسبب واحد كلب طلع هلأ وعم بيقل له أنا أبوك خلي هل كلام برأسك فضيح اشتركوا في القناة